اليوم يصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إلى موسكو ليبدأ غدا سلسلة من المشاورات في مجالات تعاون عديدة بين البلدين منها التجارة والاقتصاد والصناعة والطاقة والثقافة وغيرها الكثير في أجندة الحريري لقاءات عديدة يبدأها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويرجح أنه سيتم تنور الأزمة الحكومية والتعثر تشكيلها علما أن روسيا تسند الرئيس المكلف في حكومة اختصاصيين بما يتماشى مع المبادرة الفرنسية وطرى موسكو أن الأزمة الحالية في لبنان لا يمكن حلها إلا من قبل أبناء البلد أنفسهم وبمشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية إذن الحريري يقوم بجولات خارجية أملا منها أن تسهم في تسريع تشكيل الحكومة ولهذه الغاية يتوجه إلى الفاتيكان في الثاني والعشرين من أبريل الحالي للقاء بابا فرنسيس بما أن حبل الوصل الحكومي شبه مقطوع بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري يواصل الأخير جولاته الخارجية العربية والدولية غير المنتجة حتى الآن أعلّه يسرع قيام حكومة يتعثر تشكيلها منذ حوالي ستة أشهر واليوم يصل الحريري إلى موسكو حيث يلتقي غدا الرئيس فلاديمر بوتن ورئيس الوزراء ميخايل ميشوستن ووزير الخارجية سيرجي لفروف وعددا من المسؤولين الروس زيارة الحريري إلى موسكو أتت بدعوة من ميشوستن للبحث في مسائل التعاون الروسي اللبناني في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والطاقة والثقافة وغيرها وقد صرحت روسيا أكثر من مرة عبر وزارة خارجيتها مساندتها لطرح الحريري بتأليف حكومة اختصاصيين غير حزبيين من دون حصول أي من الفرقاء السياسيين على الثلث المعطل فيها حتى لا تحصل عرقلة لمهمتها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي بسرعة ولأن المجتمع الدولي مهتم بإنقاذ لبنان ويستخدم مع الأطراف اللبنانية كافة اللينة حيناً والقصوة أحياناً أخرى وبانتظار درس الاتحاد الأوروبي للإجراءات التي أشار إلى نيته اتخاذها ضد معرقل الحكومة يترقب بعض الوسط السياسي والرسمي زيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل إلى بيروت خلال الساعات المقبلة من أجل العودة بتقرير إلى الإدارة الجديدة التي تعيد رسم سياستها الشرق أوسطية مظاهر الاهتمام الدولي للبنان تتجلى أيضاً بتحديد الفاتيكان يوم الثاني والعشرين من أبريل الحالي لاستقبال البابا فرانسيس الرئيس الحريري الذي طلب الزيارة رغم ما تشكله من خرق للبروتوكول البابوي الذي يقوم على استقبال رؤساء الدول ورؤساء الحكومات فقط والحريري لا يزال رئيساً مكلفاً نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا الصحفي والمحلل السياسي بشارة خيرالله مرحباً بك معنا أستاذ بشارة حسب ما تشير إليه أجواء الزيارة فإنها ستتناول تفعيل التعاون المشترك بين لبنان وروسيا في شتى المجالات منها التجارية الصناعية والاقتصادية والطاقة وغيرها لكن عن أي تعاون نتكلم في ظل بلد لربما دعنا نسميه مشلول بلا حكومة يعني بكل صراحة اللي عم يعمل اليوم سعد الحريري كرئيس مكلف هو منيح للبنان وحتى أكبر من دوره كرئيس مكلف إنما حجم سعد الحريري كرئيس سابق للحكومة وكرئيس أكبر كتلة نيابية عند المسلمين وكان رئيس أكبر تكتل 71 نيب بفترة من الفترة بتسمح له وطبعا هو وريس رجل كبير اسمه رفيق الحريري هذه كلها العوامل بتسمح له يزور ويعمل أدوار حتى كان لازم يكون هي أدوار رئيس الجمهورية يعني بذكرنا سعد الحريري اليوم الله يطول بعمره طبعا بأيام بيو رفيق الحريري وقت اللي كان الرئيس الحود قاعد بأسر بعبدا والرئيس الحريري يجول العالم بفترة انتخاب الرئيس ليمان كان رئيس جمهورية نشيط وقدر حسن علاقات لبنان مع الدول اليوم عم نرجع نشوف أنه رئيس الحكومة كان مكلف أو مش مكلف هو اللي عم يعمل هذه العلاقات ورئيس جمهورية قاعد بأسر بعبدا لا يزور ولا ينزار في عنا مشكلة هون الحريري عم يقدر يعود هذا بتقليلي لتأثير هذا سيد بشارة أجهود مشكورة دعنا نتحدث عن النتائج المحتملة التي يتطلع إليها الشعب اللبناني اليوم يعني لا شك أنه خلال هذا اللقاء سيتم تطرق للأزمة الحكومية في رأيك هل يمكن أن تساعد روسيا في هذا الموضوع يعني أكثر من سواها من الدول من ناحية الضغط ربما على حزب الله الذي بدوره يضغط على الرئيس عون من أجل تسهيل تشكيل هذه الحكومة في النهاية بتأسف قللك لا لأنه كان بقول مثل كان غيرهم أشتر يعني الفرنسيين حاولوا والاتحاد الأوروبي حاول والأمريكان حاولوا وكل عم بحاول المشكل في لبنان هو مشكل تحاصصي عم يعملوا معارك غيرهم يعني اليوم تأليف الحكومة هي جزء من المعركة الرئيسية المقبلة وكل حدا عم بيجرب يشد الحصة لميلته هلأ العلاقات الخارجية اللي كنت عم عدد لكيها اللي عم بيقوم فيها سعد الحريري يمكن تساعد بشوية فاكسان للي محتاجين الفاكسان يمكن تساعد يعني شوية مساعدات غذائية أو غيرها من روسيا بتقدر تساعد إنما بالموضوع الحكومي الحل اليوم صار حل داخلي على الحصص أكتر من هيك ما بيحمل أو ما بيتحمل لو دخل العالم كله المشكلة مشكلة حصص وقد ما يضغطوا الموضوع المطلوب إنه اللي ظال بين حصة أكتر من حجمهم ينزلوا عن شجرة المطالب ويتواضعوا لأنه لبنان ما بقى يحمل هالقد تضيع وقت يعني أستاذ بشارة هل نستطيع قراءة التشاؤم حيال هذا الموضوع إنه كما نعلم روسيا تساند الحريري في تشكيل حكومة اختصاصيين هذه الحلول تأتي من الخارج وفي نفس الوقت عندما نتحدث عن روسيا نتحدث أنها حليفة لإيران سيدتي العالم كله تقريبا سرعا بساند الحريري يعني حتى فرنسا تساند الحريري والفاتيكان اللي دعي الحريري يساند الحريري روسيا اليوم إذا ننتبه للمرة الثانية عم يعملوا بالبيان عم بقولوا رئيس الحكومة سعد الحريري مش عم بقولوا مكلف بقى أني معتبرين كأنه الحكومة تألفت وعم بساعده الحريري يمكن تكون هذه رسالة أنه ما رح يدخلوا بتأليف الحكومة المشكلة عند صاحب التوقيع إذا العالم كله تدخل ليساند الحريري واللي بيده ألم طي يمضي على مراسيم تشكيل الحكومة يعني هنا الرئيس ميشيل عون ما أتنع أنه اللي طالبه أكتر من حجمه وعم ياخد دوره دور الرئيس المكلف تشكيل الحكومة إذا ما أتنع بهذه الفكرة وسبق لإله قال يستطيع العالم أن يصحقني ولن يأخذ توقيعي بـ 88 إلى 90 تدمر لبنان وما أخذوا توقيعه واليوم تدمر لبنان مرة تانية اقتصاديا ومع الأسف بعد ما شفنا توقيعه على مراسيم حكومة تقدر تحافظ على ما تبقى طيب على ذكرك سيد بشارة الفاتيكان يعني الحريري من المتوقع يعني يتوجه بالفعل إلى الفاتيكان في 22 من أبريل الحالي ما الذي تعني هذه الزيارة ربما برمزيتها يعني أولا يعني عم بزور المرجعية العليا عند المسيحيين بالعالم ثانيا هي رسالة ما بعرف الفاتيكان ما بيقول هيك بس بتفسيرنا نحن يعني اليوم وقت اللي بتيجي الدعوة لرئيس حكومة مكلف بعد ما تشكلت حكومته ورئيس جمهوره ما بيجي دعوة فأذن هذه رسالة دعم واضحة للجهود أو يعني الخطوات اللي عم بيقوم فيها سعد الحريري من أجل تأليف حكومة فيها أصحاب الاختصاص وأهل الاختصاص والتكنوكرات وهي أيضا رسالة دعم للبطريارك بشارة الراعي دعم غير مباشر للبطريارك بشارة الراعي اللي عم بينادي بالحياد وهو بهذه المنادات على تناغم وتلاقيه مع سعد الحريري عن بينادي بحكومة في ظل حديثك تبدو متشائما من التدخلات الخارجية سواء كان الحديث عن التدخل الفرنسي أو الأمريكي أو حتى الآن الروسي ما الحل برأيك إن كان التدخل الخارجي لم ينجح وأيضا الحلول الداخلية أو المحاولات الداخلية لم تصل إلى هذه اللحظة لأي نتاج؟ أنا لأنه بعرف العماد ميشيل عونكي بفكر ما بعتقد إنه يعني التدخلات الخارجية أنا مني ضدها إذا كانت تدخلات للمصلحة اللبنانية وإذا بتجيب نتيجة بس أنا عم أقول إنه ما رح تقدر تجيب نتيجة في ظل التعنط والخوض أو الاستمرار في خوض معركة جبران باسيل للرئاسة من عبر حصة وازنة بالحكومة أكتر من حجمه وتلت معطل يقدروا يتمسكه فيه بالحكومة لتحسين شروطهم إذا بتشوفوا كل الأداء العوني اليوم يتمحور حول هذه النقطة يلي هي من أول ما فات ميشيل عون على أسر بعبدة بدأ بمعركة إيصال جبران باسيل قبل العقوبات وهلأ بعد العقوبات عم يرجعوا يحاولوا يفوضوا موضوع الترسيم على العقوبات وغيره رح بتلاحظة كل اللي عم بدور بأسر بعبدة هو كيفية إيصال جبران باسيل إلى رئاسة الجمهورية وخوض معركته على الأقل إذا وصل أو ما وصل عم يعملوا له معركته وهذا عم بأسر سلبا على الأداء الرئاسي داخليا وخارجيا بعلاقات لبنان مع الدول تأثر وبعلاقات لبنان يعني بعلاقات الرئاسي مع حلافة المفترضين يكونوا حلافة يعني كانوا القوة حلافة بطل وكان سعد الحريري حليف بطل كان حزب الله هلأ على الحفة مرة بيدعموه مرة بيدعموه يعني للمصالح يعني بين الفريقين بس اليوم شو بقى من هيدة تتقليلي ليه بدي أتفائل إذا بعرف أداء وصلوك العماد عون وأهدافه بقى لك أنا متفائل إلى أن ينزل عن شجرة المطالب ويبدو أنه بعده عالي وبعدها شجرة كتير عالية وأنا متشائم ومش متفائل يعني أعتقد أنه المشكلة في الحوار بين جميع الأطراف كل طرف لديه مشكلة ولم يصل حتى الآن إلى صيغة الحوار التي يرضاها وهذا هو لوب المشكلة أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح الصحفي وحلل السياسي بشارة خير الله شكرا لك